سيدة تقول هذه وجيعة أسرية أكتب لكم عن حكم الشرع في تصرّف والدي رحمه الله في تلكته توفي عن زوجة وثلاثة أبناء زكور وثلاثة بنات والدي كتب كل أملاكه لأولاده الثلاثة بيعا والشراء حتى بيت العائلة لم يكتب لنا نحن البنات أي شيء كل هذا بمباركة من والدتي والتي لم يكتب لها شيء خوفا من أن نرث نحن البنات في نصيبها بعد عمل الطويل حقيقة أحزنني جدا ما قام به والدي في حياته كان يفرق بيننا وبين إثواني لم ينفق علينا كما أنفق عليه علمهم تعليما جيدا ساعدهم في فتح مشاريع تجارية وأحوالهم ولله الحمد ميسورا هل أستطيع إبطال هذا البيع بالقانون استنادا على حكم الشرق غفر الله لأبيك ما كان يجوز له في حياته ما كان له أن يجور في حياته ثم يجعل آثار هذا الجور تمتد إلى ما بعد مماته سان قد يعبد الله طيلة عمره ثم يجور في الوصية في آخر أيامي فتختم له بخاتمة سوء هذه دسيسة السوء التي تختم بها أعمال العبد فلعلا تحبط ما كان منه من عبد صارعا تقدر تفهم معنى أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الناد سيدخلها تبهوا الحيف في الوصية الجورة في الوصية وأنا لا أدل والله هذا الحقيقة غباء شديد جدا أنت مفارق الدنيا تشيل الهمد على كتفك تنزل به إلى قمرك لعنة تصحبك إلى قمرك يا أخي شوف خلاصك أنت أولا وهم لهم رب يكفيهم ويغنيهم جل جلاله ومن شق الخشومة نعم كفاها وكأي من دابة لا تحمل وزقها الله ويرزقها وإياكم وهو السميع العليم نقول يا رعاك الله لقد قال ربي جل جلاله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نزأت هذه الآية في أوس بن ثابت الأنصار توفي وترك امرأ وتدت بنات فقام رجلان ابن عم المتوفى وصياه أخذ ما له ولم يعطي مرأته ولا بناته شيئا كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال وإن كان الأطفال ذكورا يقولون لا نعطي إلا من قاتل على ظهور الخيلي وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة اشتكت أمهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعهما فقالها رسول الله إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكاو عدو يعني منوش لازمة ندل ليه إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكاو عدو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهم فأنزه الله هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كان من جبروت العرب وقسودهم في الجاهلية لا يورثون الضعف كالنساء والأطفال ويجعلون المراسة للرجال الأقيا لأنهم أهل الحرب والشوكة والقوة فأراد الله جل جلاله أن يبطل هذه الأهواء الجائرة كاية هذه الآية وما تلاها من آيات المواريس الخلاصة يا آمة الله ما فعله والدك إن صح ما تقولين دائما أنا أحبط بقول صحة الوقائع على مسؤولية المستفتي إن صح ما تقولين جور لا يحل له وإذا أمكن السعي في رد الأمور إلى نصابها وإقامة العدل صلحا أو تحكيما أو قضاءا فلا حرج لكن ينبغي أن ترى حقوق الأرحام ووشائج القربة والصلح في الجملة خير وأقرب إلى تحقيق المقصود الشرعي من الخصومات القضائية وكان عمر يقول ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغاء ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغاء ترجمة نانسي قنقر